الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين القراءة والكتابة والتمثيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين القراءة والكتابة والتمثيل إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً 328 الإجابة الإجابة العدد السابق مباشرة للعدد 328 هو 327 والعدد اللاحق مباشرة هو 329 أستحذر أربط كل لافتة بالعدد المناسب 189 250 374 491 49 49 3 47 49 29 25 الإجابة 1 15 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 أمثل الأعداد التالية على المعداد 752 681 عدد عشراته 78 ورقم آحاده 7 الإجابة 752 نضع 2 في سلم الأحد 5 في سلم العشرات 7 في سلم المئات 681 نضع 1 في سلم الأحد 8 في سلم العشرات 6 في سلم المئات عدد عشراته 78 ورقم آحاده 7 يعني أن نضع 7 في سلم الأحد 8 في سلم العشرات 7 في سلم المئات أوظف أولاً في سباق الماراتون الدولي شارك عدد من المتصابقين فاز منهم أصحاب الأرقام التالية 763 904 589 أكتب العدد أعلى قميص كل فائز الإجابة الإجابة 763 904 589 ثانياً بمناسبة عيد الاستقلال علق أعوان البلدية بالشوارع 365 فانوساً كبيراً وفوانيس صغيرة يفوق عددها عدد الفوانيس الكبيرة بـ 72 أحسب عدد الفوانيس التي علقها أعوان البلدية ثم أمثلها على المعداد الإجابة عدد الفوانيس التي علقها أعوان البلدية 365 مع 365 مع 72 يساوي 5 مع 5 مع 2 يساوي 12 نكتب 2 ونحتفظ بالواحد 1 مع 6 مع 6 مع 7 يساوي 20 نكتب 0 ونحتفظ بالإثنان 2 مع 3 مع 3 يساوي 8 802 هو عدد الفوانيس التي علقها أعوان البلدية أقيم يملك فلاح عدداً من الأشجار المثمرة كما يبينه الجدول التالي أشجار زيتون 597 أشجار مشمش 634 أشجار طفاح عدد رقم أحده 6 ورقم عشراته 2 ورقم مئاته 8 أشجار كوروم عدد رقم أحده 9 وعدد عشراته 70 أكتب عدد أشجار الطفاح وعدد أشجار الكوروم بالأرقام الإجابة عدد أشجار الطفاح 826 وعدد أشجار الكوروم 709 ترجمة نانسي قنقر